بإحتمال كيف رح نشوفك هون؟ شو شخصتك بالعمل؟ أنا أبو لطفل غازي أني هو بطل الخماسية أنا أبو أبو واحد سكير بكرة بتشوفه عندي يعني توجه ضد ما برح أحكي ما عشوف الشخصية بس أنا بصراحة أول من عرض علي الدور يعني رفضت لأنه كان عبارة عن ثلاث مشاهد بس أنه أنا ما رح أشتغل ثلاث مشاهد ومدرشه بعدين قلت لطب لشوف شو الوضع شو القصة أما قلت لهم بعطولي النص لما بعطولي النص دغري بعد ما قريتهم دقيت لهم أنا معكم بدون ما نحكيتهم أنه معكم لأنه النص كان كتير حلو حبيت الشخصية حبيت طريقة توجهه للشخصية فيها مفصل حلو كتير قلت ليا ولد لازم تشتغله وبعد ما اتفقت أنه نشتغل بعدين كان ثانيا أو ثالثا للأجر ما كان عندي الأولا يعني يعني ما أنه والله اشتغلت مشاهد الأجر اشتغلت لأنه الدور حلو بعدين فيه هدف تاني أنه أنت بتعرفي على مخرجين جداد جاي مخرج جاي عايش برات عايش بأميركا يعني وجاي عمل العمل الأول كمان تشوفي كيف طريقة العالم عم تشتغل لأنه تقريبا صرت أنا شغال مع كل المخرجين اللي عايشين بسوريا أنه بتشوفي شلون بي عم بيشتغل هذا الشب هذا صريف كان وأنا مستمتع وأنا كان تصويري هو لمدة يوم واحد كان أول يوم وآخر يوم قلت لهم أنه كتير زعلان لأنه ما كنت معكم من الأول يعني أجيت معكم بأول يوم مثلا أول يوم نعمل مشهد تاني بعد أسبوع نعمل مشهد لأنه مشان يكون متواجد معكم لأنه بجد جو حلو كتير سليم كان متعاون مخرج يعني كان متعاون مع الممثلين بشكل عام حلو الشغل حبيته بتمنى لهم التوفيق وياخد فرصة جيدة بالعرض لأنه كمان أحيانا فرصة العرض هي بتلعب دوش والشركة ما قصرت يعني شركة كاروان تحياتي إلى كانوا كتير مناح بتمنى التوفيق لك للأعمال لماذا هالروح حلوة يعني أنه مثل ما قلت ثلاث مشاهد ويوم واحد أنك تجي تشارك بعمل وهيك بها الروح الحلوة لا هي حلوة ما حلوة يعني ما حلوة أنه أنت بتجي بتاخدي انطباع جيد مثلا أنت كتير ما سرحي أنا بتروحي مشوار بكون حلو بتقول يا الله خلص بسرعة ياريت يطول أكتر ياريت يبقى أكتر يعني هذا الانطباع اللي كان عندي أنا بس هي سنة الحياة أنه عمل بدي خلاص بنا نفوت بعمل تاني وأنا بدي يعني في عندي سر لألك يا بهاي الشخصية لما درسته أنه لازم يكون دقنه مو محلوة وأنا عم صور بغير مسلسل اللي لازم يكون دقني محلوة بقى اطريت أجي اليوم هنيك بس مشان دقني ومشان إنه مشهول لمشان يجي استغل بقى منيح اللي صورت بهاي اللوك هذا بكرة بحلق وبرو على المسلسل التاني وبدني نروح وكمل بغير مسلسلات يعني حياة دا تستمر اليوم عم بتعانوا مثل ما قلت إنه عندك هلأ بجمعات أعمال كله مضغوطة بكذا شهر قبل رمضان يعني عم بتعانوا من هاي المشكلة كمان إنه ما مفروضة الأعمال على مدار السنة لأنه نحن عنا مشكلة بكل شركات الإنتاج أو القائمين على الإنتاج إنه منكتشف فجأة إنه هالسنة في رمضان دائما إنه هالسنة في رمضان لازم نلاحق وبحيث إنه نحن نكون قاعدين خمسة شهر قاعدين ما عم نشتغل شي فجأة بتلتة أربعة شهر بدون يخلصوا كل الأعمال وبعدين أنا أدمى شأنه نحن عدد الممثلين إقلال يعني إذا إجبار مو لأنه أنت بي والله طمعان تشغلي بأكتر من عمل لأنه ما في ممثل يعني لازم تشتغل بغير يعني مطلوب لأنه ما في عندهم في عندهم ناقص شوي الشغلة الثانية إنه أنت كمان مشان تغطي مصروفك السنوي لازم تشتغلي بأكتر من عمل لأنه مثل ما قلت لك نحن مضربين بحجر إنه ما عم بجينا دخل منيح بس أسمية بقية السنة بتلاقيه كتير قليل بها هذا الموسم هو سير فينا متل أي مهنة إلى موسم نحن عنا موسم رمضان لازم نلحقه لازم يعني نجمع فيه من شان نقدر نصرف غير أشهر تجي تايزروف صعبة هل حصل يوم ما واندمت على دخولك الفن؟ لا أبدا لأنه أنا شغلتي ممثل قبل ما فوت المهنة كان هواية أو هدفي يكون ممثل أنا لو ما بدي يكون ممثل كنت الأساس ما فتا أنا حاببها هالمهنة وبالنسبة إلي كتير سعيد بها المهنة وهي المهنة أنا عطتني وهي اللي عملت لي اسم غسان عزب يعني إنه بالشارع صرت معروف وهذا الشي كتير سعيد فيه أنا أنا بحب إنه أبقى بهاي المهنة لآخر لحظة بحياتي الله يعرف بكل توفي الله يخليك وشكرا لكم وشكرا لفوشيا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم